مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم ويوم جديد من أيام المحترف زي ما حضراتكم متابعين للقرى العالمية والقرى الأوروبية كان الأسبوع اللي فات أو الجولة اللي فاتت كانت جولة الكلاسيكو على مستوى أوروبا هنتبه مع حضراتكم النهاردة في حلقة المحترف الكلاسيكو ما كان يسمى كلاسيكو الأرض ما بين برشلونة وريا المدريد كمان كان فيه كلاسيكو على مستوى إنجلترا ما بين المان يونيتد وليبربول على المستوى الإيطالي كان فيه الإنتر مع اليوفينتوس وكمان على مستوى الدوري الفرنسي والديربي القوي والكلاسيكو الرائع الدوري الفرنسي ما بين باريس سان جيرمان ومارسل خلينا نتكلم أكيد وكل الناس مش أنا بس كل السوشيال ميديا وكل البرامج الرياضية مش في مصر بس لكن في العالم كله بيتكلموا عن ده إجيب شان كينج بطلنا محمد صلاح بصراحة يعني زي ما بيقول والناس كلها بيقول خلص الكلام أو خلص الكلام محمد صلاح أنا حقده في جزئية تانية خالص بعيدا عن الأرقام القياسية بعيدا عن الأداء الرائع هتكلم في جزئية اللي أنا عاشتها اللي أنا عاشتها من خلال مشوار يعني احترافي في أوروبا والتحديات اللي يمكن اللي الناس ما بتشوفهاش الناس بتشوف محمد صلاح بيتقلق في المباريات بيقسر أرقام قياسية بيكون أفضل لعب في العالم خلينا أتكلم حضراتكو في أن محمد صلاح هذا المشوار الرائع كان مشوار مليء بالتضحيات الكبيرة جدا 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 اللي أنا عاشته هناك في ألمانيا وعاشته في أوروبا أنك عندك تحديات مش على مستوى المباريات بس لكن عندك تحديات كبيرة جدا جدا وكلها نجح فيها محمد صلاح أولا تحديات على مستوى المعيشة على مستوى اللغة تحديات على مستوى التدريب اليومي تحديات على مستوى اللعيبة اللي بتلعب معاك لأن فيه نجوم كبار بيلعبوا مع محمد صلاح التحديات دي كل التحديات دي نجح فيها محمد صلاح بامتياز على مستوى المعيشة على مستوى اللغة محمد صلاح ما شاء الله بيعمل انترفيو يعني بيكلم انجلش يعني ما شاء الله كويس أو ده مهم جدا صدقوني في عالم الاحتراف إنك بتخش بشخصية بتتكلم لغة البلد اللي انت بتلعب فيها محمد صلاح بيتواصل بشكل كبير جدا جدا مع المجتمع ده جزء من نجاح منظومة احترافية جزء مهم جدا ويمكن أنا عشت الجزئية دي بشكل كبير وحضراتكم عارفين يمكن فيه لعيبة كتيرة جدا مصرية على مستوى عالي جدا من الفنيات لكن عندها قصور في هذه الناحية أنه هو مش قادر يتأقلم مع المجتمع اللي بيعيش فيه الجزء التاني كمان على مستوى الميديا انت بتتعامل مع يمكن وحضراتكم وأنا عشت الكلام دوت الميديا برا يعني صعبة جدا النقد الرياضي صعب جدا اللي لعبت كرة القدم لو ما كنتش بتقدم مستوىات رائعة ومستوىات على مستوى سابق لي سنين طويلة بتلاقي يعني نقد لازع جدا 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 ومحمد صلاح بر مر بالتجربة دي من خلال أداءه مع نادي تشيلس على مستوى التحديات مع النجوم اللي انت بتلعب معاها محمد صلاح اعتقد خلاص دلوقتي وصل انه هو خلاص نجح في هذا التحدي انه بيتحدى زملائه بيتحدى نفسه بيتحدى كمان بنتكلم في تحديات على مستوى انك تقنع تقنع جماهيرك وتقنع اللعيبة اللي بتلعب معاك ومدربك وإدارتك انك جدير بهذا الاحترام وانك لعيب بنكهة مميزة ده كمان تحدي كمان على مستوى التحديات زي ما بقول لحضراتكم ان كل يوم لازم تثبت انك لعيب كبير كل يوم في التدريب عملية التركيز عملية الالتزام وده مهم جدا عملية التزام مواعيدك في تدريبك في تعاملك مع زمالك مع جماهيرك مع الإدارة كل دي تحديات محمد صلاح نجح فيها بامتياز زي ما بنقول ان كمان ان محمد صلاح بيقدم صورة جيدا جدا على مستوى سمعة اللعيب المصري واللعيب العربي خلي بالكوا كمان الأبواب بتتفتح لنجمنا ان شاء الله اللي في الطريق ان محمد صلاح بيفتح الطريق في البريميال ليج لللعيب المصري ده مهم جدا دير سلام مهم جدا جدا ان دلوقتي كمان سمعة اللعيب المصري لما يجي أحد الأندية في مستوى البريميال ليج يقول لك انا هتعاقد مع العيب مصري هتعاقد ليه مع العيب مصري عشان عندنا نموذج ناجح ونموذج وصل للبريفكشن او الكمال في الأداء الاحترافي اسمه محمد صلاح على المستوى زي ما بقول له حضراتكو كمان انا بتكلم من خلال كمان تجربتي يمكن الطويلة في اوروبا لكن محمد صلاح زي ما بقول له كل التحديات اللي كلمت عليها تحديات كبيرة جدا خدت من محمد صلاح اكيد خدت منه مجهود كبير جدا الاكبر من كده التحديات على مستوى النفس على مستوى محمد صلاح نفسه كلمت على تحديات كتير في اطار الاحترافية لكن جزء مهم جدا جدا الكراكتر شخصية محمد صلاح النوم اولا بيشتغل على نفسه بشكل اكتر من رائع على المستوى البدني وعلى المستوى الفني لكن كمان برا الملعب الاحتراف بس مش هو المستطيل الاخضر الاحتراف اكبر من كده بكتير على مستوى التعامل مع المجتمع على مستوى كمان التعامل مع الجماهير على مستوى كمان التعامل مع نفسك انت بترتب اوراقك برا الملعب بشكل احترافي بنتكلم على انه هو في منظومة محمد صلاح خلقها النفس وماشي عليها بنظام معين بنتكلم على كمان التعامل مع الادارة التعامل مع النادي وده اللي وضح جدا جدا يمكن في الجزئية اللي هتكلم فيها مع حضراتكو كمان جزئية مهمة جدا مستقبل محمد صلاح مع ليفر بول هيكون ايه؟ التعاقد مع محمد صلاح هيتم بقى اني شكل هل بشكل طلبات محمد صلاح هل بشكل ليفر بول هل بشكل بعض النقاط اللي بيتكلموا في انجلترا على تعاقد محمد صلاح قد يثير أزمات في ليفر بول هشرح هشرح مع حضراتكو الموضوع ده ان ده موضوع كمان مهم جدا جدا لازم حضراتكو تعرفوه لكن خلينا نتكلم بكل أمانة مشوار محمد صلاح وجود محمد صلاح بقى علامة بارزة مش في ليفر بول بس لكن في الكرة الانجليزية محمد صلاح وعشاقه على مستوى ليفر بول